الوجه موجودة فوق الفك وهي الوتدية خلف الانف والغربالية حول الوجه الانسي للعين والجبهية فوق العين يعني نستطيع أن نقول الجيوب هي تحيط بالعين أسفل العين والقسم الانسي من العين وفوق العين وهو الجيوب هي فراغات تغطيها طبقة مخاطية وتحتوي على أهداء نقدر نقول هي وظيفتها تصفيت الهواء وترطيبه وقتل الجراثيم وجهوزية دفع الهواء لدخوله إلى الهواء هذا في الحالة الطبيعية عدا أن لها أدوار ثانية موازنت الرأس باعتبارها أجواب فراغية ولها دور في لحن الصوت بالضبط أيوة وأي تغير في فيزيولوجيتها وملأها يغير لحن الصوت عند الإنسان تمام جدا طيب لما بيحصل التهاب في الجيوب الانفية والدكتور بيشخصوا على أنه التهاب المفهوض بيبقى الفراغات اللي حضرتك قلت عليها دي هي دي الملتهبة والإنهية أصلا التهاب الجيوب الانفية الالتهاب بالنسبة للجيوب يحدث بسبب خلل وظيفي في الجيب انصدافتها تجيب دخول سوائل بالسباحة أو فقد حركة الأهداب بالأمراض أو الزوجة العالية بالسيستي فبروسيس بعض الأمراض أو أمراض المناعية أو انصداد الأنف لسبب معين باللحميات أو غيره أو التهاب المتكرر لمخاطيط الانف والجيوب فتسبب انصداد الفتحات كل هؤلاء عندما تأتي أي هجمة برد للإنسان تتطور إلى التهاب الجيوب أنا كنت ليس أسأل حضرتك علاقتها بنزلات البرد إلها علاقة بنزلات البرد وإلها علاقة عند الناس اللي عندهم إرث عشرة بالمئة من الناس عندهم تحسس أيضا تتطور الحالة التحسسية إلى التهاب الجيوب ممتازك طيب